احنا محتاجين نجدد وظيفة العالم يعني ايه تجديد وظيفة العالم؟ احنا في الحقيقة لو احنا عايزين نجدد الخطاب الديني عشان العالم يقوم بدور في المجتمع لو من جدد الفكر الديني عشان العالم يقوم بدور في المجتمع ولذلك تعالوا نتكلم عن تجديد وظيفة العالم هو العالم ليه وظيفة واضحة؟ اه طبعاً العالم ليه وظيفة واضحة بتتمثل في نوعين من الوظائف فيه وظائف سبتة للعالم وفيه وظائف متجددة وظائف العالم التلاتة السبتة هي أول حاجة ماذا؟ تأسيس الوعي واستثماره يعني العالم لازم يؤسس الوعي واستثمره يعني إيه؟ يعني العالم لو ما أنتكش معرفة جاهزة للعايش بها ما يبقاش عالم ودي وظيفة ثابتة يبقى الوظيفة الأولى هو تأسيس الوعي واستثماره الوظيفة الثانية من الوظائف الأساسية اللي عالم سيانة القيم إنه هو يصون القيم يخلي المجتمع قيمه الأساسية محافظ عليها ويسعى للحفاظ على قيم المجتمع الوظيفة الثالثة هو أن ينتج العالم إنتاجاً علمياً معتدلاً يدعم الاعتدال يبقى فيه ثلاث وظيفة ثابتة تأسيس الوعي وصيانة القيم والإنتاج العلم المعتدل الإنتاج العلم اللي يساهم على أن العلم يظل معياراً من معايير الخدمة المجتمعية لكن فيه وظيفة بقى متغيرة إيه اللي بقى الوظيفة المتغيرة؟ أنا باقترح أن الوظائف المتغيرة يعني إيه وظائف متغيرة؟ في كل عصر من العصور الوظيفة الثابتة دي في كل عصر من العصور الوظيفة الثلاثة دي موجودة يعني من لدن الصحابة لما ورّس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم العلم للصحابة في حديث إن الأنبياء لما ورّسوا دي ناراً ودرهماً ولكن ورّسوا العلم ورّسوا الصحابة هذه الأدوار الثلاثة ورّسوا الصحابة تأسيس الوعي وصيانة القيم والإنتاج المعتدل والرسوم ده وفضل العلماء جيلاً بعد جيل لغاية دلوقتي هو دي الوظائف الأساسية للعالم بس فيه وظائف ذا متغيرة يعني إيه كل عصر بيطلب وظيفة الوظائف ذا اللي إحنا شايفين إن هي تكون في المجتمع بتاعنا دلوقتي تلات وظائف جديدة أول حاجة ترميم المجتمع تاني حاجة دعم التنمية تالت حاجة قيادة الريادة يعني إيه الكلام ده من الوظائف الأساسية في المجتمع دلوقتي إن العالم يساهم في ترميم المجتمع ليه فاكرين متغيرة السبعة اللي أنا قلتها عمرت شروخ في المجتمع عمرت شروخ واضحة في المجتمع أقول لكم حاجة أنتو فاكرين أن التطرف ده عد على التاريخ يعني ومر كده أنتو فاكرين حضرة النبي لما تكلم عن الخوارج وقال أن هم يمرقون من الدين ملوق السهم من الرمية وأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عايش في زمن الخوارج لقاتلهم أنتو فاكرين هو لماذا قال صلى الله عليه وسلم لأنهم بيمزقوا المجتمع والمفارق لدينه المفارق للجماعة كمان المفرق لجماعة الناس والهادي من المجتمع كمان بيحصل كده فاحنا من هنا مر التطرف من هنا مر التشدد فمن هنا المجتمع تشقق فحصل تشقق في المجتمع فالمجتمع بحتاج ترميم والعالم الذي لن يمارس ترميم المجتمع لن يستطيع أن يكون لن يستطيع المجتمع أن يعيش يحس بقيمته وإحنا قلنا من يريد أن يحافظ على قيمته في حياة المجتمع لابد أن يعيش في الخدمة يعيش في الخدمة يعني من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفع عشما حد تشقول بس إحنا عايزين للناس تبقى حسب مطالق آه طبعا العالم الذي لا يداوي أوجاع المجتمع فهو ليس بعالم العالم الذي لا يسهم في التخلص من ارتفاع نسب الطلاق في الوقت اللي إحنا فيه ده ليس بعالم يعني العالم اللي يمر عليه دلوقتي نسب الطلاق ولا يهتم بها ولا يهتم أنه هو يقدم حل فيه ارتفاع نسب الطلاق وليس بعالم العالم اللي يشوف تراجع الأخلاق ويمر عليه كده ليس بعالم ليه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لازم يفهم قل إدن صلاتي ونسكي ومحياي أماتي لله رب العالمين اللي مش هيرمم المجتمع ما يطلبش من المجتمع إنه هو يحطه في مكانته الطبيعية المجتمع سيؤمن بالعكس خلينا أقولك أن المجتمع يحاسب كل من يخزله ونحن نحتاج إلى خطاب ديني داعم للمجتمع وحريص على المجتمع وحامل للمجتمع ومرمم للمجتمع إذا كنا عايزين الخطاب الديني يظل في مكانته اللي الله سبحانه وتعالى أذن أن تكون له فإحنا محتاجين ده محتاجين نفهم إن الخدمة المجتمعية جزء من وظائف العلماء